السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا عندكم حبيبي ومتابعين قناة معلومات وفنون. ان شاء الله النهاردة هنعمل الجزء التاني من الفنوس بتاعنا ومديلة 2022. معلش انا هشرحه لكم ورشة لان حصل بعد ما صورت اتمسح الجزء التاني بس ان شاء الله حاول اصوره لكم تاني برضو. بس مبدئيا هنعمله هعمل شرح ورشة. احنا بعد ما عملنا الشاسية بتاعنا هنجي من تحت هنا عند الخرصة بتاعة التثبيت بتاعتنا هنشتغل اربعة على واحد وبعد هناخد الخرصتين الصفر دول هنشتغل عليهم خمسة على اتنين وهنمشي كده بالتوالخ اربعة على واحد خمسة على اتنين كده احنا لمينا الشغل بتاعنا وبعد كده نزلنا بغرزة ربعية دورين غرزة ربعية انا من شايفين كده دخلنا بالشغل بتاعنا ونزلنا بهم غرزة ربعية وبعد كده برضو عند الخرصة المقابلة لغرزة تثبيت هاجي هنا هشتغل غرزة ربعية وبعدين هشتغل خمسية خمسة على واحد وصد غرزة تثبيت هعمل ربعية وخمسية يعني واحدة 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 بالتبادل واحدة غرزة ربعية واحدة غرزة خمسية بس اهم حاجة راعي ان الغرزة الربعية تكون المقابلة لغرزة التثبيت وقف 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 الموبايل وقف 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 اربعة على واحد هيفضل الدول الاخراني هنا هنعكس الغرزة اللي قصاد غرزة التثبيت دي هتبقى خمسة على واحد غرزة خمسية اهي يا رب تكون بين خمسة على واحد وبعدين خرصتين قصاد الاتنين الصفر دول اربعة على واحد واربعة على واحد يعني الدول الاخراني بنشتغلوا خمسة على واحد قصاد غرزة التثبيت وقف غرزتين اربعة على واحد دي كده القاعدة بتاعتنا بتاعت الفانوس هنجي بقى فوق هنا هنجي نشتغل احنا اصلا هنا كمان بنشتغل على الغرزة اللي تحت من الشاسية ميش اللي فوق هنا نفس الكلام باشتغل على الغرزة اللي تحت من الشاسية بعمل عليها صف رباعي على واحد واقف بالمنظر ده وبعدين هنا هعمل خمسة على واحد عشان افتح الشو وبعين بنرجع تاني عايزين نقفله بنقفله على ايه بالتبادل خمسة على واحد خمسة على اتنين وستة على اتنين بالتبادل للدور كله هنلاقي الدنيا لمت معنا عشان نلمها اكتر في الدور اللي بعدها يارب يكون واضح هنشتغل سبعة على ثلاثة كده قفل معنا وعطانا شكل القبة بالدور اللي بعديه احنا لسه كل دوت احنا فتحنا على الشغل وبنحاول نلمه بنشتغل خمسة على اتنين الدور كله خمسة على اتنين هيتفضل معي اخر صف هشتغل غرزة ربعية وغرزة خمسية يعني اربعة على واحد وخمسة على واحد هيقفل معي على غرزة السوداسية يعني حلقة من ستة خرازات هاجي عند واحدة منهم والدهم الفتلة بتاعتي واعمل شريط ربعي زي ما انت شايفين كده مكون من كم غرزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تسعة وبنقفل بالعشرة بقفل بالخرزة لقصاد اللي انا اشتغلت بيا يعني انا معي حلقة سوداسية اشتغلت واحدة هسيب اتنين واخد الايه التالتة يبقى كده انا وصلت الشغل بتاعي ان شاء الله ان شاء الله هحاول اعمل الجزء التاني اه واشرح لكم بالتفصيل بس ده مبدئيا كده شرح مبدئي اللي حب ينفذ الفانوس اه انا كده شرحت الورشة بتاعته وباذن الله باذن الله اعمله لكم اه بالتفصيل حبيبي ما تنسناش باللايك والشير واللي اول مرة تشوف القناة بتاعتنا وعجبيته يشرفنا بالاشتراك ويفعل زر الجرس فضلا وليس امرا والتعليق اهم حاجة محتاجة فعلا تعليقاتك واعرف رأيكو في القناة بتاعتنا وفي المحتوى اللي بنقدمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه 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 ا